موسيقى موجز للأخبار يأتيكم من الجزائر الدولية الإخبارية إنما كنتم مرحبا بكم قضت محكمة الاستئناف بالنظور في شمال شرق المغرب بتجديد أحكام السجن في حق 13 مهاجرا من 6 أشهر إلى 3 سنوات على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيبي مليليا الإسبانية في جوان الماضية وفادت وكالة فرانس براس نقلا عن محام الدفاع عن المهاجرين بارك بويرك أن المتهمين حكم عليهم في شهر أوت الماضي ابتدائيا بالسجن عامين ونصف العام بتهم عديدة بينها الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية والدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي والعنف ضد موظفين عموميين في الأراضي الفلسطينية اعتقلت قوات الاحتلال السهيوني فجر ثلاثة 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن موجة الاعتقالات شملت طالبين في بيت لحم وأربعة فلسطينيين من بلدة يعبد بيجنين واثنين أخرين في كل من نابلس ورمالله كما اعتقلت قوات الاحتلال السهيوني سبعة شبان فلسطينيين من بلدة بيت آمر شمال الخليل من بينهم ستة أسرى محررين وجريح في الأثناء أصب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت آمر شمال الخليل قتل أحد أفراد قوات الحجد الشعبي وأصب ثلاثة آخرون الاثنين في هجوم لمسلحي داعش الإرهابي استهدف نقطة أمنية للحجد شرق مدينة تيكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة صلاح الدين أن قوات الحجد تصدت للهجوم واشتبكت مع المسلحين مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الحجد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى بدل جهود لضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتسليم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا وقد تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين القرار رقم 26-72 بإجماع أعضائه الخمسة عشر جدد بموجبه عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية أي حتى العاشر جوليا المقبل لقي 17 شخصا مصرعهم من الاثنين فيما أصيب آخرون في اجتباكات بين قوات الأمن في بيرو ومتظاهرين يطالبون برحيل رئيسة البلاد وحكومتها وأفادت السلطات في بيرو بأن الاجتباكات اندلعت في مدينة خولياكا جنوبي البلاد بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام مطار المدينة في تجدد للاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق صراحي الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو أكد الرئيس الأمريكي جون بايدن في اتصال هاتفي مع نظره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعم الولايات المتحدة الراسخ للديمقراطية في البرازيل والتعبير عن الإرادة الحرة للشعب البرازيلي وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن بايدن دعا نظيره البرازيلي لزيارته في البيت الأبيض في مطلع فيفري المقبل وأن الرئيس البرازيلي قبل الدعوة ختام والموجز يمكنكم متابعة أخبارنا على مختلف من نصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة